السؤال الخامس والأهم هل إحنا في مرحلة انهيار لدرجة إن مجلة الإيكونومست وهي أهم مجلة اقتصادية في الأرض لما تصرخ وتقول يا تلحق مصر يا إما سيناريو الرعب يوم الجمعة اللي فاتت الإيكونومست عملت تقرير عن مصر فاضح فضيحة مش بتاع تعركت فيها وظهرها لا ده فضيحة زبطناها في قط النوم الإيكونومست بتقول مصر لا تستحق لا تستحق الانهيار أو الانقاذ ده بص با لماذا يجب على عالم انقاذ مصر من أزمتها مصر لا تستحق الانقاذ بل يجب أن تحصل عليه لا يستطيع الشرق الأوسط تحمل انهيار الدولة الأكثر اقتصادا بالسكان تحتاج البلاد إلى خفض قيمة عملتها رسميا ولكن القيام بذلك يعني أن قيمة ديونها بالدولار سوف ترتفع نسبة إلى ناتجها المحل الإجمالي كما سيؤدي ذلك إلى رفع أسعار المواد الغذائية وخاصة الحبوب التي تستوردها مصر في الغالب ولو كان المنطق الاقتصادي هو الاعتبار الوحيد لكان من الممكن وصف ده مر لمصر فإن أي إقراض إضافي من قبل صندوق النأد أو الحكومات الأجنبية سيكون اطلع فوق به مشروطا بإعادة هيكل الديون ديونه والعيش في حدود إمكانياته وإخراج الجيش من العمل ومع ذلك وحسب التحليل فإن مثل هذا التقشف سيكون خطيرا للغاية قد تمضي مصر سنوات في التخلف عن السادات على العالم أن ينقذ مصر من أزماتها لكن مصر لن تزدهر أبدا أبدا حتى يفسح الرجال الذين يرتدون الزي العسكري الطريق للجميع إذا انهارت مصر فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من زعزعة استقر الشرق الأوسط بأكمله مثل هذا الانهيار أمر محتمل إلى حدك مخيف في حين تواجه البلاد أزمة مالية متصعدة وبات نظامه عاجز لا يستحق الإنقاذ ولكن مصر يجب أن تحصل عليه سيواجه السيسي صعوبة في إطعام شعبه أو دفع رواتب موظفيه الحكوميين وربما يطلق الشباب المحبطون في مصر احتجاجات حاشدة وهو ما قد يقابل بالقمع العنيف أنا الحقيقة ما ليش علاقة بس خلي ده أنا الحقيقة ما ليش علاقة بالإتقال ده أنا ليه علاقة بحكتين أولا الإيكوريمست للمرة التانية تقول إن السيسي جاب انقلاب عسكري ودي بقى تدرأ أي كلام يقوله الكذبين لا صورة وغيره صورة 30 يونو بتاعتين ده انقلاب عسكري نعم نصل على بعض تتحكى لنا تتحكى لنا زي 52 تقولي أصلها صورة أصل انقلاب ثم قيد بصورة لأ ده انزل انزل بس اطلع 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 فوق فوق كمان 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 بس أوقف هنا إذا نهارت مصر فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من زعزع السخر الشكل الأوسط بأكمله مثل هذا الانهيار أمر محتمل إلى حد مخيف لما تيجي حضرتك بقى تعمل زي الأستاذ رامي رحمة الله عليه أحمد رامي لما جاي ترجم رباعات الخام ما ترجماش بالشكل ده أنا معرفش مين يترجم الترجمة دي بصراحة بس دي ترجمة تعبانة شوية إنما رامي ترجمها حاجة جميلة جدا إبداع موازي لما ترجم بقى أن مصر قريبة إلى حد مخيف من الانهيار الاقتصادي بيسمعه في اللغة أن مصر أصبحت قاب قوسيني أو أدنى من الانهيار الاقتصادي ده مش محمد نصر بيقول ده الاكونومست حضرتك إدي الترجمة دي لأربعة خمسة ستة متخصين في الترجمة قلهم ترجم من كم ده يقولك إنت خلاص يا معلم إنت الخطوة الجاية في الانهيار الاقتصادي دي أول نقطة النقطة التانية بقى إنها بتقول مفيش حل المصر إلا زي بعدوا العساكر ما حدش يطلع يقول لي اللي يكونوا مستقبضة من تركيا اللي يكونوا مستقبضة وقت ده مش عارف من مين ده الناس ده المجلة اللي بيقوروها الشركات الاقتصادية في العالم بتقول البلد دي الخطوة الجاية في البلاعة يعني رجلك هتنزل في البلاعة وبتقول البلد دي ملهاش حل ولا ازدهار ولا الكلام اللي بينه نشر يديه ده ملهاش حل إلا إذا بعدوا العساكر في مثل هذا الانهيار إذا نهارت مصر فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من زعزعة بقى أكمل مثل هذا الانهيار أمر محتمل إلى حد مخيف يجب أن تحصل مصر على الإنقاذ سيواجه الساسي السيسي صعوبة في إطعام شعبه أو دفع رواية وعلى العالم أن ينقذ مصر من أزمتها لكن مصر لن تزدهر أبدا حتى يفسح الرجال الذين يرتدون الزي العسكري الطريق للجميع والسعين تبقى فشلت يا معلم مجالة الإيكونوميست رسلت في تقريرها إزاي أزمات مصر استفحلت بالشكل ده ورسلت أيضا خطورة انفجار الوضع وقدمت رشدته اللي قلناها هنا يام بقى لي عاشر سنين ده أنا كنت صغير أنا وأنا عمل أقول لكم ما فيش حل غير أن الرجل ده يبعد الرجل ده بمخه بإعلامه بقضاءه بزباطه لازم يبعد ما فيش حل مش هتستقين بقى أنا عاشر سنين بقولوا الكلام ده وإنتوا كنتوا قاعدين تقولوا يا خاونا يا عملة يلا قاعدين مش عارفين تعملوا إيه قاعدين يعملوا يا رجل حرام عليك ده أصلاح حاجة بالمنطق قاعدت لك الخواجة الإنجليزي وإيه مش أي خواجة دي مش مجلة عادية كده دي الإيكونوميست أهم مجلة اقتصادية على وجه الأرض قدمت لك روشيتا يا ما قلناها هنا في مصر النهاردة وكل على فكرة مش إحنا مش إحنا بس كل الناس اللي بتفهم قدتها إيه بقى؟ الروشيتا اتفضل أبي اتفضل كبرت قوي ممكن تصغيرها شوية دي إيكونوميست مصر على شفى نهيار اقتصاد والسيسي لا يستحق الإنقاذ أهي؟ النظام المصري اللي عاجز لا يستحق صفقة إنقاذ مالية جديدة شوف بقت حتى مش موم عند الخواجة لما فر من حصول مصر على صفقة إنقاذ بشكل عاجل هيجي واحد يقول لي إيه؟ شوفوا الناس اللي الخواجات بيحبوا مصر ما بيحبش مصر مالوش علاقة مبارح حد كان بيقول لي بالليل أسبوس مصر يا عامل ما بيحبوش مصر هو خايف من انفجارها مصر دي أنبوبة بتجاز بتاعت المطاعم ما بتروعش انت محلات الكشرة او محلات الفلوس الطعمية الأنبوبة بتاعته مش زي بتاعت البيت أنبوبة كبيرة كده مصر أنبوبة بتجاز لو انفجرت المنطقة الشرق الأوسط هنفجر أوروبا هتنفجر أسيا هتعمل عاصل مشكلة هو مش بينقذك عشان انت جمال عيونك ولا قدك المياس يا عمري لا يا حبيبي هو شايف ان انت أنبوبة بتجاز لو انفجرت هتولع في المنطقة هو بيقول هو لما فر من حصول مصر على صفقة إنقاذ بشكل عاجل الانفاق الضخم جاء ليخدم الجنرالات بينما فر المستثمرون الأجانب يجب على مصر أن تخفض قيمة عملتها لكن ذلك لما هنخفض العملة سيعني ارتفاع قيمة ديونها الدولارية كان بالإمكان وصف دواء مر لمصر لو كان المنطق الاقتصادي هو الاعتبار الوحيد ربما تقضي مصر سنوات في التخلف عن سداد ديونها سيعاني السيسي من أجل إطعام شعبه وسداد أجور موظفين الدولة إذا منفجرت الأوضاع الاجتماعية في مصر فالمنطقة لن تتحمل ذلك مصر لن تزدهر مطلقاً حتى يفسح أبو نصر ودبور عكاب المجال أمام الجميع